سلام عليكم إذا تحبوا محتوى السينمائي والتلفزيوني والفيديو جيمز تشتركوا في قناتي وبعد فعل زر التنبيهات إنديانا جونز وفيلم أكشن ومغامرة وهو الجزء الخامس في سلسلة أفلام إنديانا جونز ونصحكم تشوفون الأفلام القبلية علشان تستمتعون في هالجزء بس للأمانة طرى الجزء الخامس مفهوم إذا لم تشتري الأفلام القبلية بس لتدربة أفضل أنصحكم تشوفون الأفلام الأربعة القبلية والفيلم يصلح للناس اللي عمرهم 13 سنة من أخراج جيمز مانجولد اللي أخرج أفلام حلوة مثل لوغن وفورد فيرسيس فراري ومن بطولة هارسون فورد فيبي والر بريج مع مادز ميكلسون وقصة الفيلم ويعود إنديانا جونز في مغامرة جديدة للعثور على قطعة أثرية جدا مهمة وخطيرة وممكن تغير تاريخ البشرية ويا جماعة الخير أنا ترى من عشاق أفلام إنديانا جونز أنا ذات مقطع مراجعي للجزء الأول من زمان وما كملت مقاطع ثانية حق الأفلام بس مغلط في ويد أشياء متأخر عنها بس شو سوي غصبا عني وللأمانة الجزء الخامس أنا ويد متحمس له يعني كنت صج صج متحمس أنها يعتبر آخر فيلم لحارسون فورد وهو يمثل شخصية إنديانا جونز فهالجزء دي حصل على حملة إعلامية سلبية ويد ناس كراهوا الفيلم بشكل خنقول متحفظ قلت ينوات ها طالع الفيلم ونشوف شي يصير هل في أي أجندات هل في أي مواضيع معينة وللأمانة الفيلم كان نظيف وحلو وممتع وأنا استمتعت فيه أكثر شوي من الجزء السابق الجزء الرابع هالفيلم يصلح لعشاق أفلام إنديانا جونز بس طبعا الفيلم فيه شوية مشاكل فيه بعض الأشياء تقولون ينوات ليش سووا هالفيلم أحين بس كتجربة عامة أنا شفت الفيلم على آيماكس في السينما عناصر معينة وتكون متكررة وهذا الشي سلبي وإيجابي سلبي لأنه ما في شي يديد ما قدمت لتشي يديد بس الإيجابة أنك تعطيني شي مألوف شي أنا أرتاح له شي أنا أقدر أعتمد عليه فلازم عندنا الباكستوري الفلاشباك خلفية القصة أو القطعة الأثرية ولازم فيه أعداء في الحالة ذي النازيين رجعوهم هنا مرة ثانية فيه الفيلم وأكيد قطعة أثرية ممكن تغير العالم وتاريخ البشرية وهالقطعة ذي يعني خطيرة والناس يبوني حصلونها طبعا عندنا الباطل إنديانا جونز اللي راح يبحث عن هالقطعة الأثرية ذي ويحصلها قبل أشرار وبعد يقدمون شخصياتي ديدة أنا هاي اللي تشفته في فيلم وما كان عندي أي مانع بس شي كان واضح بالنسبة ليانا في هالفيلم أن هاريسون فورد ترى كبر كبر في السن يعني في مشاهد معينة جماعة الخير في الباكستوريا أو في الفلاشباك يبين هاي إنديانا جونز مصغرين عمره بالسي جي آي سمون السي جي آي دي أيجين وصج كده يعني شي قوي بس بعد تلاحظون أن هالشي غير واقعي أن هاي سي جي آي والفيلم تكلفت جدا عالي واضح هالشي علشان يصغرون شكل هاريسون فورد وهالشي بعض الأحيان ستشتتني بس في كل الأحوال هاريسون فورد كان ممتاز في دور إنديانا جونز وأنا أتكلم هني كفان وأنا صراحة نشوف أن هالفيلم دي صار وداعي لهاريسون فورد في تمثيل هالشخصية دي وأكيد في المستقبل راح يكون في ريبوت ومثلين غير وحطوا باكم ترى أنا فان فيعني شوي مراجعتني عاطفية لأني أنا متعلق به السلسلة دي من الزمان ولكن فيه شخصية جديدة في الفيلم صراحة كانت وايد جذابة ووايد ممتعة هي شخصية هلنا اللي جسدتها فيبي والر بريج يا جماعة لخير هالشخصية دي صراحة علقات نحن البحرانيين أنتيكة كاركتر تضحك سريعة ذكية أورادي يعني مكتوب بشكل صحيح أنه أورادي المثلة فيبي صراحة هي أورادي شاطرة فأي واحد شوف مسلسلة فليباك اللي هي مثلتها هالمسلسلات لنا صراحة ويد أحبها بس ما قدرت أتكلم عنها ما برش في جدل كان صراحة رائعة في هالفيلم وجودها كان شيء منعش رفراشنج وفلام من ديانا جونز الجماعة لخير هي دائماً انتاج ضخم والفيلم ذي الجزء الخامس ما تعب عليه انتاجياً مو بس من ناحية المؤثرات السي جي آي من ناحية الديكور السيت بيسز الأماكن التصوير صج تحسننا هالفيلم ذي ما تعب عليه وواضح نتكلفته مائتين وتسعين مليون دولار أو أكثر يبين هالشي هالشي واضح وعلى خطة لفلام القابلية هالفيلم ذي في عام الفضول القصة صراحة منثرة للاهتمام وأنا بشكل عام أحب أفلام المغامرات اللي فيها مثلاً عندنا بطل معين مع أصدقائه يبني عثنا القطع الأثرية قبل الأشرار وهالفيلم ذي راح يذكركم بـ Tomb Raider لعبة Tomb Raider وأنشارتد حطوا في باكم ترى إنديانا جونز أقدم من هاللعبتين فإنديانا جونز كان انفلونس كبير على الألعاب احنا نحبها أنت روايد أحد أنشارتد وبعده أحب Tomb Raider لعقتم كلهم حدهم فان أدفنتشر مغامرات فالفيلم فيه عامل المراحل اللي مشابه للألعاب وبعد الجزء الخامس حاول يحل بعض مشاكل الجزء السابق كينج ديم وثا كريستل سكال لأنه كان فيه واي جدل مع الممثلين وكلام وضجة فهالمعالجة فيه الفيلم ذي صراحة كانت جيدة والشرير هنا جسده مادز ميكلسون صراحة كان جيد ولكن للأمانة أنا حسنت أن الشخصية ذي الشريرة هنا كانت شخصية مصغرة أو ميني فيلن من الشرير في الجزء الرابع كيت بلانشت ما حسيت أنه كان فيلن يديد حتى أعمل الأفلام القابلية لو شن أربطها تقريبا هم نفس الشيء ما كان فيه تجدد كبير في الفيلم وتمنيت لو الفيلم ذي حصل يعني خنقول عمق أكثر فيه الفيلم ونشوف شر مخيف نحني لا أنا حسيت أن الشرير كان تون واحد على درجة واحدة فأنا بغيت أكثر للأمانة صراحة أن الفيلم ودت أفوك ساعتين ونص وأنا ما حسيت بالوقت أنا استمتعت بالفيلم أنا نغمس في القصة إن كبعني دخلتها آيماكس وصراحكم تشوفونا في آيماكس فمن ناحية الإيقاع الفيلم كان جيد بالنسبة لي أنا وبعمل أشياء اللي أحبها جماعة الخير في أفلام ديانا جونز هي القطعة الأثرية الشيء لازم تحصلونه علشان تحمون العالم وتحفظون على البشرية طبعا الفيلم يبدي هنقول بشكل واقعي لحد ما بعدين يصير شيء فانتازيا هاي مو حرق بس هالشيء يصير في كل الأفلام ولكن في هالجزء كتاب القصة سردوا لنا شيء جديد صراحة تشوف أنها شيء جريء ما نعرض من قبل في أفلام ديانا جونز ولا تم التلميح له عرغم من استمتاعي بفلم الجماعة الخير بس ترى في بعض الغلاوات البسيطة اللي كانت موجودة في الفيلم القابلية بس أنا طوافتها أنا ذاكهن زمان مختلف احنا الحين في عام 2023 فمثلا لفظ الكلمات العربية او مثلا تيه ممثل مو بعربي يمثل شخصية عربية وانا تفهمني الممثل موجود في هالفلم دي يطلع في الفيلم القابلية يمثل عربي بس النطق يعني ما تقول رحيم ما تقول راهيم تقول رحيم احنا في عام 2023 عندك جوجل ترانسليت وفي اوديو تضرب عليه يعطيك النطق الصحيح يعني اشياء شيء بسيطة بس هنا هنا قاعد أسوي نتبكينج قاعد قاعد أفاصل في الفيلم ففي نهاية المطاف انديانا جونز 5 فيلم ممتع لا يستحق الكراهية مم فيلم أسطوري وجبار كممكن يكون أفضل اذا مثلا غيروا بعض العوامل في القصة مع فيلين أفضل بس نصح كم تشوفونا في آيماكس واذا تحبون الفيديو جيمز اللي فيهم مغامرات مثل توم ريدر وأنشارتد اتوقع رح تحبون هالفيلم تقييم الشخصي هو 7.5 من 10 هيا يا جماعة الخير اشرايكم في الفيلم وشام تقييمكم من 10 وشنو أفضل جزء بالنسبة لكم انتو كنتبهوا رأيكم في قسم التعليقات واذا حبيت هالفيديو دي طقونا لايك وشير وسبسكرايب وفوالة بعض وسائل توصل الاجتماعي يلا يا جماعة نشوفكم على خير اشتركوا في القناة